فيما بشر مفاتيش الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية لثاني التحقيق في مزعيم استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في مزارة الغوطة الشرقية بيري في دمشق أكد وزير الخارجي الأمريكي جون كيريان أسلحة كيميائية استخدمت بالفعل في سوريا الأسبوع الماضي معتبرا أن هذا العمل وقاح أخلاقية لابد من أن يحسب عليه من قام به وقال كيري في مؤتمر السحفي في واشنطن إن أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا وهذا الأمر أكيد إن المنزرة العمية بحق مدنيين وقتل نساء واطفال وعابرين أبرياء بواسطة أسلحة كيميائية يشكل وقاحة أخلاقية وتأتي تصريحات كيري بعد ساعات من تحضير روسيا الحليف الرئيسي الرئيس السوري بشار الأسد القوى الغربية من أي تدخل عسكري في سوريا قائلة إن استخدام القوى بدون تفويض من الأمم المتحدة سيكون انتهاك خطير للقانون الدولي وقال وزير الخارجي روسي سيرجي لافرو في مؤتمر السحفي في موسكو إن روسيا ليست لديها نية لدخول في صراع عسكري بسبب الحرب الأهلية في سوريا وإن واشنطن وحلفاءها سيقررون أخطاء الماضي لتدخل في سوريا وفيما يتدرس واشنطن ولدن وبريس الخيارات العسكرية رد على الهجوم المفترض بأسلحة كيميائية في ريف دمشق والذي أصفر عن مقتل أكثر من ألف قتل في الغوطة الشرقية بحسب المعارضة رفض الرئيس السوري برشال السادة للدعاءات الغربية بأنه استخدم أسلحة كيموية وحذر في مقابلة نشرت أمسي في صحيفة روسية واشنطن من أن أي تدخل عسكري أمريكي سيفشل هذا وتفقد مفاتش الأمم المتحدة حول أسلحة الكيموية أمسي منطقة قرب دمشق للتحقيق في احتماله تعرضها للقصر بأسلحة كيميائية الأربعاء الماضي وهذا رمى تعرضهم لإطلاق نار من قناصة